كلكم متعرفون هذا اللاعب إبراهيم دياز محتار بين إسبانيا والمغرب والاتحاد المغربي بقى يركض وراء ليلة ونهار لما نجاب هذا اللاعب واليوم رسميا اللاعب قرر لمثل منتخب المغربي ويرتدي الرقم عشر بالمنتخب المغربي وهذا الاتحاد المغربي وهذا الإعلام اللي وجه لكل شي ودعما على مودي مثل المنتخب المغربي إلا بالعراق أي لاعب مختري أو محترف أو لاعب دولة الأوروبية يا معودي المنجابة بالدور السويدي المنجابة بالدرجة الثانية دور انجليزي وكذا يحسسني الدور العراقي أفضل دوره بقارة آسية أنت إذا ما تسوي توليفه من اللاعب المحلي واللاعب الأوروبي وسوي منتخب جميل ما رح تصعد وما تأخذ بطولة بحياتك أنت لا تجي والسقط باللاعب على حساب منافع شخصية وعلى حساب هذا عد علاقة به وهذا أشوفه بالمول وهذا أشوفه بالشارة لازم إحنا نسوي المستحيل على مود اللوعي اللي نشوفها بها مستقبل العراق وأول لاعب أنا طموحي وأتمنى نوح درويش يمثل المنتخب العراقي ويكون كل الصحافة وكل العام يساند هذا اللاعب على مود يجي للمنتخب العراقي لازم يكون الجمهور أنتم لكم رأي حالكم حال الجمهور المغربي والجمهور الجزائري اللي كله واعيبة من أوروبا وكل المنتخبات الأفريقية اللي تحث وتريد لوعيبها كله من أوروبا على مود يجيبون بطولات ويشوفون ومنتخبات شنو جايز سوي وشن رأيكم